يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على حسين ونحره الدام وصدره الضام سلام عليكم جميعا زيارة الأربعين قراءة زهرائية بامتياز الحلقة الخامسة بعد العاشرة البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبي أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبي إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبي طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك هذه هي الحلقة الأخيرة من مجموعة الحلقات التي عنوانها زيارة الأربعين قراءة زهرائية بامتياز وهي هي هذه الحلقة هي الجزء الرابع من أجزاء جوابي على سؤال بخصوص مقتل رسول الله صلى الله عليه وآله فسؤال هكذا يقول هل توفي رسول الله صلى الله عليه وآله مقتولا أم أن الأمر ليس كذلك الجواب واضح من خلال المعطيات المتقدمة في الحلقات السابقة فإنه صلى الله عليه وآله قد قتل مسموما قتلته هذه الأمة الملعونة لا أريد أن أعيد ما تقدم من معطيات في الحلقات السابقة لكنني أتمنى عليكم أن تتابع الإعادات خصوصا خصوصا فإن هذه المجموعة ستعاد حلقاتها عبر هذه الشاشة سيعاد بثها ابتداء من يوم غدا هذه الحلقة الأخيرة وغدا سنبدأ إعادة بث هذه المجموعة من الحلقات أتمنى على المهتمين والمنشغلين والذين يبحثون عن الحقيقة دائما أن يتابعوا هذه الحلقات وأن يحرصوا على تشخيص المنهج المعلومات مهمة والتفاصيل والمعطيات التي ذكرتها في هذه الحلقات مهمة جدا جدا لكن المنهج أهم الضلال الضلال يأتي من المنهج والهداية تأتي من المنهج مشكلة مراجع النجفي وكربلاء في المنهج الذي اتبعه المشكلة ليست في أشخاصهم بخلاف بخلاف الذين يتبعون منهج سقيفة بني ساعد فكبراءهم المشكلة في أشخاصهم فضلا عن المشكلة في المنهج أما في سقيفة بني طوسي فإن المشكلة المشكلة عموما ليست في الأشخاص يمكن أن تكون المشكلة في الأشخاص في بعض الأحيان لكن الأعمى الأغلب فإن المشكلة ليست في أشخاص المراجع أنفسهم المشكلة في المنهج الذي هم عليه لا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقطة وإنما سأكمل حديثي من حيث انتهيت عندي الكثير من المطالب سأجزها ولكنني إذا اضطررت فإنني سأجعل الحلقة طويلة أنا والمعطيات والوقت وأنتم قرأت عليكم من سورة الطارق الآية الخامسة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها من الآيات إنهم يكيدون كيدا هؤلاء هم الكافرون ببيعة الغدير إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا المتكلم هو الله هناك مواجهة مواجهة بين الكافرين ببيعة الغدير وبين الله هذه المواجهة هي هي التي التي في سورة التحريم في الآية الرابعة بعد البسملة فعائشة وحفصة عنوان ورمز لمجموعة الكافرين ببيعة الغدير وهذا واضح واضح جدا بعد استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وبعد أن تأسست خلافة سقيفة بني ساعد فكانت عائشة رمزا لهذه الخلافة وكانت حفصة رمزا لهذه الخلافة وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وإن تظاهر عليه هذا هو كيدهم هذا هو كيدهم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين الكافرين ببيعة الغدير فمهل الكافرين أمهلهم رويدا قرأت عليكم من تفسير القمي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية ماذا ورد في تفسيرهم لقرآنهم إنهم يكيدون كيدا ماذا قال المعصوم صلوات الله عليه كادوا رسول الله وكادوا عليا وكادوا فاطمة قتلوهم لكن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أربك البرنامج أربك برنامجهم بصورة من صور الكيد النبوي كل ذلك لأجل إبقاء علي ولقد حاولوا قتل علي لكنهم فشلوا فشلوا بعد أن ارتبك برنامجهم وارتباك برنامجهم كان بسبب الكيد النبوي إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا قال كادوا رسول الله وكادوا عليا وكادوا فاطمة فقال الله يا محمد إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ يا محمد مهِّلهم مهِّلهم في برنامج في لقطة في صورة في حالة من الكيد النبوي فمهِّل الكافرين أمهِّلهم رويدة لوقت بعث القائم والذين تابعوا برنامج بانوراما الظهور المهدوي تحدثت هناك عن نبش قبري الرجلين فإمامنا سيُخرج أبا بكر وعمر من قبريهما بحسب الروايات والأحاديث هذا ما هو كلامي هذا كلام العترة الطاهرة الأحاديث واضحة في ذلك عودوا إلى حلقات ذلك البرنامج كي تطلعوا على التفاصيل إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهِّل الكافرين يَا مُحَمَّدُ أَمْهِلْهُمْ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدَا لوقت بعث القائم صلوات الله وسلامه عليه ما جاء مذكورا هنا في هذه الآيات وما جاء في تفسيرها يمثل خلاصة لما تقدم في الحلقات السابقة سورة التحريم سورة التحريم سورة التحريم هي الوثيقة الواضحة إذا إذا اتبعنا المنهج الذي اتبعته في هذه الحلقات وإلا إذا أردتم أن تتبعوا منهج الأعرابي في سقيفة بني ساعدة أو منهج السفهاء في سقيفة بني طوسي إذا أردتم أن تتبعوا تلك المناهج فإنكم ستصلون إلى نتيجة تختلف عن النتيجة التي ستصلون إليها عبر المنهج الذي اتبعته في هذه الحلقات إنه المنهج الغديري إنه المنهج الزهرائي إنه المنهج اليماني هذا هو المنهج المتبع في هذه الحلقات وفي كل البرامج المقدمة عبر هذه القناة سورة التحريم تحدثنا تحدثنا عن صورة من صور الكيد النبوي نبينا صلى الله عليه وآله أصبح مرحلة 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 التنزيل أتمها وبيعة الغدير أنجزها لابد أن تبدأ مرحلة التأويل الجزء الثاني وهو الأهم والأعظم من بحثة النبي صلى الله عليه وآله بل هي البحثة الحقيقية سيكون هذا الجزء في آخر عصر الرجعة العظيمة أما ما كان منه في مكة والمدينة تلك مقدمة لمرحلة التأويل ومرحلة التأويل تتسامى إلى يوم الخلاص ويوم الخلاص مقدمة للرجعة العظيمة والرجعة العظيمة تتعالى وتتعاظم حتى نصل إلى الدولة المحمدية العظمة في آخر زمان الرجعة وهذه الدولة المحمدية العظمة التي عبر عنها بجنة الدنيا بجنة الأرض إنها جنة محمد وآل محمد على أرضنا هذه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تستمر خمسين ألف سنة كل هذا ليس من عندي إنها أحاديثهم إنها رواياتهم وكلماتهم الشريفة ما الذي جرى وما الذي حدث مما تذكره سورة التحريم كما قلت لكم النبي بعد بيعة الغدير انتهى عمله فيما يرتبط بمرحلة التنزيل وسيبدأ العمل العلوي ونحن إذا أردنا أن ندرس برنامج أئمتنا جميعا ابتداء من رسول الله وانتهاء بإمام زماننا إننا نجدهم يعملون على اتجاهات أولها كل إمام كل معصوم ونبينا الأعظم هو إمام الأئمة جميعا ابتداء من نبينا فكل إمام من أئمتنا في سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر كل بحسبه يعمل في الاتجاه الأول بخصوص زمانه ويعمل في الاتجاه الثاني في التهيئة للإمام الذي يأتي من بعده ويعمل في الاتجاه الثالث للتمهيد للمشروع المهدوي الأعظم أما إمام زماننا فإن اتجاهه الأول يرتبط بزمانه في غيبته وظهوره واتجاهه الثاني يمهد لسيد الشهداء من بعده لأن الإمام الذي سيكون من بعده في بداية الرجعة العظيمة هو سيد الشهداء وأما الاتجاه الثالث فإن إمام زماننا يمهد للدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة وهكذا يقوم الأئمة الذين سيكونون في عصر الرجعة يعملون أيضاً في التمهيد للدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة رسول الله في الاتجاه الأول كان يعمل لزمانه وفي الاتجاه الثاني كان يعمل لتهيئة الأمر للإمام الذي يأتي من بعده لأمير المؤمنين ومن هنا لابد من المحافظة عليه كل المعطيات تقول بسبب عدم إخلاص هذه الأمة لرسول الله بسبب سوء توفيقها تسيدها من تسيدها من اللعناء لقد رسموا برنامجاً في الصحيفة المشؤومة ومر الكلام بهذا الخصوص المعطيات الموجودة تقول من أنهم سينجحون في برنامجهم ولذا فإن وصية رسول الله لأمير المؤمنين إذا وجدت أنصاراً فقاتلهم قاتل هؤلاء اللعناء وإذا لم تجد أنصاراً فاصبر فاصبر واكظم غيظك وهذا هو الذي حصل فإن أمير المؤمنين لم يجد ناصراً وحتى الذين بايعوه على النصرة بعد استشهاد رسول الله لم ينصروا خذلوا من هنا سكت أمير المؤمنين وصبر على ما يجري عليه وعلى الأمة رسول الله أراد أن يستعجل هؤلاء مثل ما مر علينا في مثال إبراهيم وكيف كاد قومه وكاد النمرود وأخرج ما في أجوافهم والأمر هو هو فعله يوسف مع إخوته وهذه أمثلة محدودة بالقياس لما جرى في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله النبي أراد أن يستعجله أن يستعجل برنامجهم كي يرتبكوا ويضطربوا وهذا هو الذي تحقق على أرض الواقع فمن أين تكون البداية لا بد أن تكون البداية من نقطة شاخصة ودالة ترتبط بهم ولذا فكان البرنامج يبدأ من غرفة حفصة من الجناح الخاص بها في دار النبي صلى الله عليه وآله فاقترب من ماريا الخطة تبدأ من هنا القضية ليست جنسية فهل أن النبي صلى الله عليه وآله لا يتحكم بنفسه كان بإمكانه إذا كان الأمر عاديا كسائر الناس كان بإمكانه أن يجد فرصة كي يختلي بمارية في غرفتها في جناحها الخاص بها فمارية لها غرفتها لها جهتها الخاصة بها في دار النبي صلى الله عليه وآله لماذا في غرفة حفصة وحفصة وعائشة هاتان المرأتان تشكلان مجموعة تثير الفتنة والمشاكل في داخل أسرة النبي التاريخ شاهد على ذلك كتب السيار والأحاديث موجودة وهذا موجود في كتب السنة قبل كتب الشيعة لو كان المقام منعقدا لهذا الموضوع فإنني أجيئكم بالمصادر والمصادر من المكتبة السنية التي تتحدث عن هذا الموضوع لكن المقام ليس منعقدا لهذا الغرض في غرفة حفصة مثل ما تقول الأحاديث فإن النبي تناول ماريا قطعا النبي صلى الله عليه وآله ترك آثارا كي تعرف حفصة ذلك وإلا كان بإمكانه أن لا يترك آثارا لكن القضية مخطط مخطط النبي جعل هذا مقدمة فكان الذي كان في غرفة حفصة وجاءت حفصة فعلمت بالأمر لأن النبي كان قد هيئ المقدمات كي تعلم حفصة بذلك وقالت ما قالت حفصة لرسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله هذا في يوم فهل كان رسول الله ليس عادلا بين أزواجه وهل كان رسول الله لا يمتلك اللياقة الأدبية والإنسانية كي يؤذي زوجته هكذا كان من إمكانه أن يذهب إلى غرفة ماريا القبطية خصوصا وأن حفصة لم تكن موجودة قد خرجت لبعض شأنها النبي كان متعمدا في اختيار المكان والزمان واختيار الفعل فاختار المكان غرفة حفصة واختار الزمان في الوقت الذي لم تكن حفصة موجودة فحينما تعود سترى الآثار التي سيتركها النبي في غرفتها وما الذي حدث أن تناول النبي مارية القبطية وكان بينه وبينها ما بين الرجل والمرأة والنبي يعلم أن حفصة تبغض مارية القبطية وكذلك عائشة ويعلم النبي أيضا أن ما ستطلع عليه حفصة ستطلع عائشة عليه مباشرة وهاتان المرأتان جاسوستان لأبويهما مباشرة مباشرة ستصل الأخبار إلى أبي بكر وعمار وحينئذ سيصل الخبر إلى المجموعة كلها إلى أصحاب الصحيفة وإلى أصحاب السقيفة وقالت يا رسول الله هذه حفصة هذا في يومي وفي داري وعلى فراشي مستحيل أن يفعل رسول الله هذا لأمر عادي مستحيل أن يفعل هذا لكن البرنامج لا بد أن يكون بهذه الطريقة فاستحي رسول الله منها حتى هذا الاستحياء هو جزء من البرنامج فاستحي رسول الله منها تظاهر بالاستحياء فقال كفى فقد حرمت مارية على نفسي ولا أطأها بعد هذا أبدا وبينت لكم في الحلقة الماضية هذا تحريم إذا أردنا أن ندخل في نقاش هذا تحريم شخصي ما هو بتحريم تشريعي وإن كان الموضوع ليس هكذا إنما ذكرت هذا لأجل الجدال للذين يشكلون هذا جزء من المخطط هذا كلام يمثل جزء من المخطط وَأَنَا أُفْضِي إِلَيْكِ سِرًا النبي يعلم بأنها ستنقل هذا الخبر وَأَنَا أُفْضِي إِلَيْكِ سِرًا فَإِنْ أَنْتِ أَخْبَرْتِ بِهِ فَعَلَيْكِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ أَجْمَعِينَ هي لا تعبأ بهذا الكلام أيّة لعنة وأيّ غضب هي لا تعبأ بهذا الكلام فقالت نعم ما هو فقال إن أبا بكر يلي الخلافة بعد النبي يعلم من أنهم يخاططون لهذا ثم من بعده أبوك فقالت من أخبرك بهذا قال الله أخبرني فأخبرت حفصة عائشة من يومها ذلك وأخبرت عائشة أبا بكر فجاء أبو بكر إلى عمر فقال له إن عائشة أخبرتني عن حفصة بشيء ولا أثق بقولها فاسأل أنت حفصة فجاء عمر إلى حفصة فقال لها ما هذا الذي أخبرت عنك عائشة فأنكرت ذلك قالت ما قلت لها من ذلك شيئا فقال لها عمر إن كان حقا فأخبرين حتى نتقدم فيه فقالت نعم قد قال رسول الله ذلك فاجتمع أربعة هنا نقاط وقد قرأت لكم من المصادر القديمة التي نقلت عن النسخ القديمة من هذا الكتاب هذه النسخة محرفة فاجتمع أربعة وهم أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة على أن يسموا رسول الله هذا الكلام لخصه علي بن إبراهيم من مجموعة روايات وأحاديث فهناك عدم دقة عدم دقة في التعبير لأن النص ليس رواية كما هي وإنما نقلت بالمعنى والمضمون وقد قرأت لكم بعضا من الروايات والأحاديث التي جاءت بأسلوب دقيق مر هذا علينا في الحلقات المتقدمة نعود إلى النص القرآني بعد أن أخذنا هذه الإلماعة من خلاصة ومن إجمال لما جاء في الأحاديث ذكره علي بن إبراهيم هذا إذا كان الكلام كلام علي بن إبراهيم وأنا أستبعد هذا هناك من عبث في هذا الكتاب لأن علي بن إبراهيم دقيق في تعابيره على أي حال من مجموع النصوص نستكشف الحقيقة من جمع كل المعطيات تظهر لنا الصورة واضحة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك مر الكلام في هذا تبتغي مرضات أزواجك حتى هذه الصياغة القرآنية جاءت كي تكمل صورة الكيد النبوي جاءت هذه الآيات تظهر الواقعة واقعة جزئية قد حدثت في بيت رسول الله في أمر نسائي فيما بين أزواجه لكن حينما وصلنا إلى الآية الرابعة بعد البسملة تغير الموضوع بالكامل وكل هذا يمثل تأييدا لهذا البرنامج النبوي في صورة هذه المكيدة النبوي وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا هو هذا أن نبأ حفصة بأن الخلافة ستكون من بعد رسول الله لأبي بكر وعمار وهذا هو مضمون الصحيفة هذا هو مضمون برنامجهم ومخططهم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به مباشرة وصل الخبر إلى المجموعة فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فقال لحفصة لماذا نقلت الخبر إلى عائشة وإلى أبي بكر وإلى عمر لماذا نقلت الخبر عرف بعضه وأعرض عن بعض أعرض رسول الله لم يقل لحفصة من أنكم تخططون لقتلي وتسميمي وإنما قال لحفصة لماذا أخبرت عائشة والبقية وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض حتى هذا التعبير وأظهره الله عليه إنما هو جزء في سياق المكيد وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي قال لحفصة ما قال وهو الذي ضمن مكيدته النبوية دفعها لأن تخبرهم القضية واضحة جدا أراد أن يستعجلهم ولذلك فإنهم استعجلوا في العمر واضطربوا النبي صلى الله عليه وآله في الوقت نفسه جهز جيش أسامة عملية أربكتهم إرباكا كبيرا وأمر أسامة ذلك الشاب الصغير على كبار الصحابة لأنه يريد أن يخبر الأمة بأن هؤلاء لا يصلحون للقيادة والزعامة هذا هو الذي كان يريده رسول الله كان يريد إخراجهم من المدينة إنه إنه يحاول أن يربك مخططاتهم أنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل فجهز جيش أسامة وعين أسامة وهو في عمر دون العشرين دون العشرين أمره على كل الصحابة قطعا أمير المؤمنين لم يكن في ذلك الجيش كل صحابة كانوا في ذلك الجيش أمير المؤمنين لم يؤمر علي أحد أميره فقط رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين أميره رسول الله وهو أمير الجميع فالنبي هنا استعجلهم فارتبكوا ارتبكوا ارتباكا واضحا فهم في حيرة من أمرهم هل يذهبون مع جيش أسامة هل ينتظرون موت النبي صلى الله عليه وآله لأن النبي قد أخبر المسلمين في بيعة الغدير من أنه راحل عن هذه الدنيا عن قريب ومن أن القرآن قد اكتمل وهذه علامة تشير إلى رحيل النبي عن الدنيا هل يذهبون مع جيش أسامة هل ينتظرون موت النبي صلى الله عليه وآله أم أنهم يبادرون إلى قتله فما وجدوا طريقا بعد هذا الارتباك الذي أوجده رسول الله لهم أن تركوا جيش أسامة وأن عجلوا في سم رسول الله صلى الله عليه وآله كي يستطيعوا أن ينفذ برنامجهم ولذا تركوا النبي مسجى وذهبوا كلصوصي إلى سقيفة بني ساعدة ولم يكن في سقيفة بني ساعدة أحد من بني هاشم ولم يطرح اسم واحد من أسماء بني هاشم في سقيفة بني ساعدة وكانت حجة عمار وحجة أبي بكر حينما ناقشوا الأنصار قالوا لهم إن العرب سترفض أن يكون الخليفة منكم وإنما سيقبلون أن يكون الخليفة منا من قريش فنحن قوم محمد صلى الله عليه وآله هذا الكلام سيكون باطلا حينما يكون النخاش مع أمير المؤمنين فإن أمير المؤمنين سيد بني هاشم ومحمد من بني هاشم أمير المؤمنين سيد بني هاشم من بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدنيا ذهبوا ذهبوا السقيفة المشؤومة وقبل السقيفة فعلوا ما فعلوا في واقعة رزية الخميس وحتى هذه الواقعة فإن النبي هو الذي أرادها أن تكون كي تصل إلي وإليكم كي نعرف الحقيقة النبي صلى الله عليه وآله حينما قال لهم أريد أن أكتب كتابا أراد أن يكتب الكتاب العاصم وكان الذي كان وطردهم رسول الله من منزله هذا هو أيضا جزء 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 من المكيدة النبوية وبقيت هذه الحادثة شاخصة موجودة في كتبهم في صحاحهم في البخاري ومسلم وسائر صحاحهم ولا يجدون لها حلا إنها نقطة واضحة جدا تشير إلى ضلال الصحابة وإلى كفر سقيفة بن ساعد وإلى طرد رسول الله لأبي بكر وعمار ولسائر الصحابة فكيف صاروا أئمة للمسلمين مع كل الذي فعلوه لكن كيد محمد صلى الله عليه وآله الذي هو كيد الله الذي هو كيد الله إذا كان القرآن يحدثنا عن يوسف النبي وعن مكيدته في أمر عادي جدا في واقعة صواع الملك وكيف قد وضعه في رحل بن يامين ماذا تقول الآية السادسة والسبعون بعد البسملة من سورة يوسف كذلك كدنا ليوسف هذه المكيدة بترتيب من الله بتأييد من الله كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله البرنامج كله ضمن المشيئة الإلهية فإذا كان الكلام عن مكيدة جزئية يتدخل الله فيها بهذه الطريقة فهؤلاء أنبياؤه أولياؤه فماذا تقولون عن محمد صلى الله عليه وآله محمد هذا هو نفسه الذي يخاطبه الله سبحانه وتعالى في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الأنفال وما رميت يا رسول الله وما رميت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ما الذي فعله رسول الله في واقعة بدر قبل أن تبدأ المعركة أخذ حفنة من التراب حفنة من الحصباء ورماها باتجاههم باتجاه عتات قريش قائلا شاهت الوجوه شاهت الوجوه كل الذين وصلهم ذلك التراب تلك الحصباء قتلوا في المعركة قتلهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وما رميت إذ رميت من الذي رمى التراب الله هو الذي يقول هذه آية وليست رواية يا مهاجع النجف حتى تستطيع أن تشكك في مصدرها أو في سندها هذه آية ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت من الذي قد رمى إذن الله هو الذي يقول ولكن الله رمى الكلام هو هذا الحال هو حال محمد على طول الخاط على طول الخاط الذي نقرأه في سورة النجم ما ضل صاحبكم وما غوى لا يمكن أن يكون هذا وما ينطق عن الهوى أنا الذي أنطق عن الهوى أنتم الذين تنطقون عن الهوى الحديث هنا عن محمد صلى الله عليه وآله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في كل أحواله في كل أحواله هذا الذي جرى في غرفة حفصة هذا وحي من الله هذا برنامج الله هذا ما هو برنامج محمد هذا برنامج الله الله هو الذي يريد للأمور أن تسير بهذه الطريقة نحن نتحدث عن محمد أنا لا أتحدث عن نفسي أو عن أبي إنني لا أتحدث عن الشاعر المتنبي أو عن أبي العلاء المعري أنا لا أتحدث عن فيلسوف من الفلاسفة أو عن فقيه من الفقه أتحدث هنا عن محمد وأقرأ من القرآن فهذا الذي جرى في حجرة حفصة وما ترتب عليه من الأمور هذا برنامج الله برنامج الله ينفذه محمد صلى الله عليه وآله هكذا تجري الأمور إلى أن تقول سورة التحريم إن تتوب إلى الله توبة عائشة وحفصة وحفصة ليست مهمة هنا في السورة السورة تريد أن تقول من أن المشكلة من أن المشكلة عنوانها هاتان المرأتان وهاتان المرأتان عنوان لمجموعة الصحيفة عنوان لمجموعة السقيفة ولذا فإن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول وإن تظاهر عليه الكلام ليس موجها لعائشة وحفصة بالخصوص الكلام موجه لعائشة وحفصة لأنهما بوابة لتلك المجموعة عنوان لتلك المجموعة وإن تظاهر عليه تظاهر مع من مع مجموعة وإن تظاهر يا عائشة ويا حفصة وإن تظاهر عليه على رسول الله إنهما يتظاهران عليه مع مجموعة مع مجموعة الصحيفة مع مجموعة السقيفة وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أنا لا أريد أن أقرأ كل الآيات لأن هذا سيحتاج إلى وقت طويل أعتقد أن الفكرة الإجمالية لما أردت أن أبينه بخصوص مقتل رسول الله وما هي علاقة سورة التحريم بهذا الموضوع أعتقد أنها صارت واضحة وجلية جدا إذا ما نظرتم إلى كل المعطيات التي تقدم ذكرها في الحلقات السابقة نذهب إلى فصل الخلاصة النبي صلى الله عليه وآله عبر ما قام به في داخل أسرته أن صنع لهم مكيدة هذه المكيدة أربكت برنامجه كل ذلك للمحافظة على الإمام الذي يأتي من بعده لأن النبي صلى الله عليه وآله راحل عن الدنيا راحل عن الدنيا انتهت مرحلة التنزيل وستبدأ مرحلة التأويل ومرحلة التأويل ستبدأ مع أمير المؤمنين ولقد قالها له وهذه الأحاديث موجودة في كتب السنة والشيعة من أنك يا علي ستقاتلهم على التأويل مثلما قاتلتهم على التنزيل وهذا هو الذي تحقق على أرض الواقع النبي أربكهم وكان هذا الإرباك سببا في قتل رسول الله صلى الله عليه وآله إنه الموقف الحسيني هو هو في كربلاء حسين مني حسين مني وأنا من حسين إنه الموقف نفسه الموقف نفسه الكتاب الذي بين يدي تفسير تفسير الخامسة الخامسة والثلاثين بعد الأربعمائة حديث حديث علي وتوجد أن تكون تركب 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 عليها وتوجد وتوجد تركب عليها وسادتنا 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 ليس لهم من مثيل في هذا الوجود وهل أحب الحياة إلا لخدمتك والتصرف بين أمرك ونهيك ولمحبة أوليائك ونصرة أصفيائك ومجاهدة أعدائك لولا ذلك لما أحببت أن أعيش في هذه الدنيا ساعة واحد هذا منطق علي بين يدي رسول الله وهو 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 منطق رسول الله مع علي ولذا فإن النبي استعجلهم وهذا الاستعجال أدى إلى قتله صلى الله عليه وآله فارتبكوا لقد قتلوا رسول الله لا يدرون ماذا يصنعون كانوا خائفين أن يفتضح الأمر سمموا رسول الله وظهرت وظهرت علائم تسميمه في تلك الحمى القاتلة النبي بعد أن سمم وسنقرأ سنقرأ الأحاديث بعد أن سمم جمعهم جمع الصحابة في داره وقال لهم أريد أن أكتب كتابا لماذا قال لهم هكذا لماذا لم يوجه الكلام لعلي لماذا لم يقل يا علي جئني بكتاب ودوات لماذا لم يبادر علي إلى جلب الكتاب والدوات لأن القضية كانت مبرمجة مبرمجة لأن النبي كان يريد أن يفضحهم وأن تبقى فضيحتهم مجلجلة إلى هذه اللحظة وهذه فضيحتهم في بخاريهم وفي مسلمهم وفي سائر صحاحهم علي كان موجودا فهل تعتقدون أن علي لا يبادر إلى جلب كتاب ودوات السلمان والمقداد وأبو ذر كانوا موجودين في رواياتنا وأحاديثنا النبي ما طردهم طرد أبا بكر وعمر والذين معهما وبقي سلمان والمقداد وأبو ذر الرواية موجودة في كتاب سليم بن قيس إنها النسخة التي قرأت منها هناك أكثر من نسخة لكتاب سليم بن قيس النسخة التي قرأت منها وتحدثت عن مواصفاتها في وقتها لماذا لم يبادر علي إلى جلب الكتاب والدوات لماذا لماذا لم يهيئ رسول الله ذلك قبل أن يأتي الأصحاب النبي فعل ذلك كي يستخرج ما في أجوافهم هذه الحادثة لو لم تكن لضاعة الحقائق لضاعة الحقائق ولصدقنا أن الصحابة اجتمعوا في سقيفة بن ساعدة لأجل مصلحة هذه الأمة مثل ما يدعون لكن واقعة رزية الخميس تكشف الحقيقة واضحتان أسئلة لماذا لماذا رسول الله صلى الله عليه وآله لم يهيئ ذلك قبل أن يأتي الصحابة لماذا لم يفعل هذا في المسجد بحضور كل المسلمين لو كان المسلمون كلهم حاضرين ما استطاع هؤلاء أن ينكروا على رسول الله وما استطاع عمر بن الخطاب أن يقول لرسول الله من أن الرجل ليهجر لكن النبي صلى الله عليه وآله ألحق هذا الجزء من المكيدة النبوية بالجزء الذي تحدثت عنه سورة التحريم فبعد أن أوصل لهم ما أوصل من المعلومات عن طريق حفصة وارتبكوا واستعجلوا في أمرهم وقتلوا رسول الله ولذا بعد أن قتلوا رسول الله وجاءت واقعة رزية الخميس وطردوا من مجلس رسول الله كانوا ينتظرون خبر موت رسول الله ما إن شاع الخبر بدأوا يقولون وخصوصا عمر من أن رسول الله ما مات ومن أن الذي يقول إن رسول الله مات سأضربه بسيفه وبعضهم قالوا من أنه مات وبعضهم قالوا من أن الله رفعه إلى السماء مثل ما رفع عيسى وقالوا وقالوا أثار هذا الكلام حتى إذا ما ظهر خبر تسميمه يكون جزءا من هذا الكلام برنامج شيطاني مخطط برنامج شيطاني مخطط بطريقة شيطانية إبليس هو الذي يخطط لهم في كتاب سليم بن قيس أمير المؤمنين يخبر سلمان بأن أول شخص بايع أبا بكر حينما كان على المنبر هو إبليس إبليس تجسد في صورة ذلك الرجل الذي جاء وبايع أبا بكر هذه الرواية موجودة في كتاب سليم بن قيس وهي مفصلة والكتاب موجود عندي هنا لا أجد مجالا لقراءة كل شيء إنما أشير إلى بعض المطالب إذا كنتم تحبون الإطلاع عليها فراجعوها في المصادر التي أشير إليها فقتل رسول الله صلى الله عليه وآله هذا القتل كان تضحية من رسول الله وسارت الزهراء في الاتجاه نفسه فهي روح أبيها محمد صلى الله عليه وآله هي التي فتحت الباب إنها إشارة تشير إلينا من أنها ضحية في طريق الدفاع عن الولاية العلوية وقتلت فاطمة قتلت فاطمة نحن هكذا نقرأ في أحاديث العترة الطاهرة أقرأ عليكم من كامل الزيارات لابن قولويه المتوفى سنة 368 للهجرة وهذه طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران في الصفحة السابعة والأربعين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الحادي عشر من الباب الثامن والمئة حديث طويل بسنده بسند ابن قولويه عن حمادي ابن عثمان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الكلام طويل إنه البرنامج الإلهي الذي عرض على رسول الله صلى الله عليه وآله في الإسراء لما أسري بالنبي إلى السماء قيل له إلى أن يصل الكلام عن الصديقة الكبرى عن أم الحسن والحسين وأما ابنتك وأما ابنتك فتظلم وتحرم ويأخذ حقها غصبا الذي تجعله لها وتضرب وهي حامل ويدخل عليها وعلى حريمها ومنزلها بغير إذن ثم يمسها هوان وذل ثم لا تجد مانعا وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب قتلوها قتلوها تعذيبا قتلوها ضربا قتلوها رفسا وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب فقال رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون قبلت يا ربي وسلمت ومنك التوفيق والصبر برنامج مفصل الزهراء هي الأخرى قدمت نفسها ضحية في هذا الطريق وتضرب وهي حامل ضربوها ضربوها وعصرها عمر بين الباب والجدار هناك رسالة مفصلة لا أجد وقتا لقراءة كل شيء رسالة مفصلة مصادرها القديمة في كتب القوم لكنها ليست موجودة في كتبهم في زماننا هذا حذفت رسالة موجودة في كتبنا وجهها عمر بن الخطاب إلى معاوية يتحدث فيها عن عدم إيمانه بالدين وعن قتله لفاطمة رسالة طويلة لقد قرأتها في برامج السابقة لا أجد مجالا لقراءتها الآن وتضرب وهي حامل وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب هذا هو الذي جرى على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من قبل هذه الأمة الملعونة من قبل أولئك الصحابة اللعنة نذهب إلى فاصل في الجزء الخامس والأربعين من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1110 للهجرة وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة السادسة والأربعين ثم التفت الحسين عن يمينه إنه يوم عاشراء وقد قتل أنصار الحسين جميعا من أهل بيته أو من شيعته ثم التفت الحسين عن يمينه فلم يرى أحدا من الرجال والتفت عن يساره فلم يرى أحدا وهنا استغاث الحسين فخرج علي بن الحسين وهنا استغاث الحسين ليس مكتوبا في الكتاب ولكن هذه التفاصيل ذكرت في كتب المقاتل والسير وفي كتب الحديث ثم التفت الحسين عن يمينه فلم يرى أحدا من الرجال والتفت عن يساره فلم يرى أحدا فخرج علي بن الحسين زين العابدين وكان مريضا لا يقدر أن يقل سيفه أن يحمله وأم كلثوم تنادي خلفه إنها عمته يا بني ارجع فقال يا عمتاه ذريني يا عمتاه ذريني أقاتل بين يدي ابن رسول الله فقال الحسين يا أم كلثوم خذيه خذيه لألا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد السجاد وظيفته أن يقوم بهذا فهذا إمام زمانه هذا الحسين هذا ثمرة فؤاد محمد صلى الله عليه وآله والحسين صلوات الله وسلامه عليه وظيفته أيضا أن يحافظ على الإمام من بعده يا أم كلثوم خذيه لألا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد سيد الشهداء يتحدث عن الأئمة هنا لا يتحدث عن بني هاشم عموما فوظيفة سيد الشهداء أن يحافظ على الإمام من بعده وإلا فإن الحسين قد قدم بني هاشم ضحايا ضحايا جزر بين يدي قدمهم الواحدة والآخر ابتداء من ابنه علي الذي نعرفه بعلي الأكبر ومرورا بالقاسم وقمر الهاشميين إلى عبد الله الرضيع قدم الهاشميين جميعا قدمهم جميعا قدم الأطفال وقدم الفتيان وقدم الشباب والرجال لكن الإمام السجاد هذا هو الإمام الذي لا بد أن يحافظ عليه يا أم كلثوم خذيه خذيه لألا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد مثل ما بيّنت لكم قبل قليل الإمام المعصوم في جهة من برنامجه أن يحافظ على الإمام الذي من بعده وأن يمهد له وهذا جزء مما قام به سيد الشهداء بخصوص الإمام الذي يأتي من بعده رسول الله أيضا قدم نفسه قدم نفسه لأجل أن يحافظ على الإمام الذي من بعده وإن كان هو أيضا سيقتل ولكن لا بد أن يقوم بما أوكل إليه من برنامج الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك يقتل فقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وقتلت فاطمة وهذا هو الذي خطط له أصحاب الصحيفة ولقد حاولوا قتل علي حاولوا قتل علي عدة مرات لكن البرنامج الذي قام به رسول الله والذي تحدثت سورة التحريم عن بداياته وما رتب عليه من أمور بعد ذلك كواقعة رزية الخميس كل هذا أربك البرنامج فلم يستطيعوا أن ينجزوا كل الحلقات تعالوا معي كي أقرأ عليكم مما جاء في الجزء الثاني من كتاب سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه المتوفى في السنة السادسة والسبعين بعد الهجرة وهو من أقدم كتبنا هذه الطبعة هي التي أشرت إليها في الحلقات المتقدمة وأشرت إليها قبل قليل إنها الطبعة التي بتحقيق محمد باخر الأنصاري الطبعة الثانية 1416 هجري قمري إنها طبعة مؤسسة نشر الهادي قموا المقدسة في صفحة الحادية والسبعين بعد الثمانمئة قال ابن عباس سليم ابن قيس يحدثنا عن ابن عباس قال ابن عباس ثم إنهم تآمروا من هم أصحاب الصحيفة وأصحاب السقيفة ثم إنهم تآمروا وتذاكروا فقالوا لا يستقيم لنا أمر ما دام هذا الرجل حيا يشيرون إلى أمير المؤمنين فقال أبو بكر من لنا بقتله فقال عمر خالد بن الوليد فأرسل إليه فقال يا خالد ما رأيك في أمر نحملك عليه قال احملاني على ما شئتما فوالله إن حملتماني على قتل ابن أبي طالب لفعلت هو جزء من البرنامج لكن الحلقة هذه تأخرت تأخرت بسبب برنامج رسول الله بسبب المكيدة النبوية اضطربت الأمور عليهم فتجهيز جيش أسامة أربكهم وإخبار النبي لحفصة وما جرى في داخل منزل النبي أربكهم نفسيا مما جعلهم يستعجلون الأمر وبعد ذلك جاءت واقعة رزية الخميس وجاءت التفاصيل الأخرى فعائشة مثلا دفعت بأبي بكر للصلاة بالمسلمين ولما علم علم رسول الله بأن أبا بكر تقدم للصلاة بالمسلمين خرج وهو مريض ودفع أبا بكر وصلى رسول الله بالمسلمين وهو في حالة مرضية شديدة هذا كله مذكور في كتب التأريخ وكتب السيار وفي كتب الحديث وهذه المعلومات معروفة موجودة في كتبنا وكتب غيرنا فقال والله ما نريد غيره قال لخالد ما نريد غير هذا إننا نريد قتل علي قال فإني له فقال أبو بكر التخطيط من أبي بكر ولذلك فإن الأئمة يسمونه الحبتار يعني الثعلب الماكر هذا هو اسم أبي بكر في روايات وأحاديث أهل البيت في كتبنا الذين يقولون لكم غير ذلك كذابون كذابون فقال أبو بكر إذا قمنا في الصلاة صلاة الفجر في صلاة الفجر القادمة فقم إلى جانبه في الصلاة ومعك السيف فإذا سلمت يعني إذا سلم أبو بكر فاضرب عنقه مباشرة قال نعم فافترقوا على ذلك ثم إن أبا بكر تفكر فيما أمر به من قتل علي وعرف أنه إن فعل ذلك وقعت حرب شديدة وبلاء طويل فندم على ما أمره به فلم ينم ليلته تلك حتى أصبح ثم أتى المسجد وقد أقيمت الصلاة فتقدم أبو بكر فتقدم فصلى بالناس مفكرا لا يدري ما يقول وأقبل خالد بن الوليد متقلدا بالسيف حتى قام إلى جانب علي وقد فطن علي ببعض ذلك فلما فرغ أبو بكر من تشهده الاتفاق مع خالد أن يسلم أبو بكر في نهاية الصلاة أبو بكر تشهد وتوقف لم يسلم فلما فرغ أبو بكر من تشهده صاح قبل أن يسلم يا خالد لا تفعل ما أمرتك فإن فعلت قتلتك ثم سلم عن يمينه وشماله فوثب علي فأخذ بتلابيب خالد وانتزع السيف من يده ثم صرعه وجلس على صدره وأخذ سيفه ليقتله واجتمع عليه أهل المسجد ليخلص خالدا فما قدروا عليه فقال العباس العباس ابن عبد المطلب حلفوه بحق القبر بحق قبر رسول الله حلفوه بحق القبر لما كففت فحلفوه بالقبر فتركه وقام فانطلق إلى منزله إلى أن يقول الخبر وخرجت نسوة من بني هاشم فصرخنا وقلنا يا أعداء الله ما أسرع ما أبديتم العداوة لرسول الله وأهل بيته لطالما أردتم هذا من رسول الله لطالما أردتم هذا من رسول الله لطالما أردتم قتل رسول الله فلم تقدروا عليه فقتلتم ابنته بالأمس ثم أنتم تريدون اليوم أن تقتلوا أخاه وابن عمه ووصيه وأبا ولده كذبتم ورب الكعبة ما كنتم تصلون إلى قتله حتى تخوف الناس أن تقع فتنة عظيمة هذه الحقائق راجعوها يا أيها الذين تبحثون عن الحقيقة لا تعبأوا أن يكون الكتاب شيعيا أو أن يكون الكتاب سنيا أو أن يكون الكتاب يهوديا لا تعبأوا بجنسية الكتاب عليكم أن تصل إلى الحقيقة وبعد ذلك ابحثوا عن جنسية الكتب ابحثوا عن الحقائق فإن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها حاولوا قتل علي في زمان رسول الله وهذا مذكور في رواياتنا وفشلوا في تفسير إمامنا الحسن العسكري حاولوا قتل علي في الوقت الذي حاولوا قتل رسول الله في عقبة تابوك الذين كانوا مع رسول الله حاولوا قتله وفشلوا وكانوا قد تركوا جماعة في المدينة خططوا لقتل علي لأن أمير المؤمنين لم يخرج مع جيش رسول الله في واقعة تابوك وإنما جعله النبي خليفة على المدينة من بعده وهذا شيء من التمهيد لخلافة أمير المؤمنين وفي هذه الواقعة قال النبي لعلي إنك بمنزلة هارون من موسى عندي منزلة علي عند رسول الله بمنزلة هارون عند موسى إنها منزلة هارون عند موسى منزلة علي منزلة الخلافة والوصية حاولوا قتل علي صلوات الله عليه حين هجموا على داره أرادوا إحراق البيت بأهله أرادوا أن يحرق علي وفاطمة والحسن والحسين يريدون القضاء على عترة رسول الله هذه هي المشكلة المشكلة الكبيرة علي ماذا نصنع لك يا أمير المؤمنين أنت مشكلتنا كل المشاكل جاءتنا بسببك كل المشاكل أحاطت بنا ولا زالت تحيط بنا بسببك ماذا نصنع لك يا أمير المؤمنين أبناء الزنا يبغضونك القوادون والعواهر يبغضونك المأبونون يبغضونك المنافقون الأنجاس يبغضونك فماذا نصنع لك لا يحبك إلا أبناء الطاهرات العفيفات لا يحبك إلا النجباء لا يحبك إلا الصالحون كل مشاكلنا منك يا أمير المؤمنين هذا هو الواقع في الماضي وهو الواقع في الحاضر وسيبقى في المستقبل قالوا علي على قلت خسأ قلت خسأ مستحيل هذا قالوا علي على قلت لا يمكن أن يكون هذا قالوا قالوا إننا نقول علي على قلت خسأ قلت لا قالوا علي على قلت لا فالعلى فالعلى حقيقة العلى فالعلى حقيقة حقائق العلى فالعلى فالعلى بعلي قد على متى كان علي نازلا حتى يعلو قالوا علي على قلت له فالعلا بعلي على نذهب إلى فاصل هذا هو كتاب الأمالي للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة وهذه طبعة طبعة مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان من جملة مجموعة مصنفات الشيخ المفيد إنه المجلس التاسع عشر الحديث الخامس في الصفحة الثامنة والسبعين بسند المفيد إلى أن يقول السند حدثني رزين بياع الأنماط قال سمعت زيدة بن علي بن الحسين يقول حدثني أبي أبوه السجاد أبو زيد هو السجاد صلوات الله عليه عن أبيه عن سيد الشهداء قال سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الحسين يحدثنا عن أبيه سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يخطب الناس فقال في خطبته والله لقد بايع الناس أبا بكر وأنا أولى الناس بهم مني بقميصي هذا ما هي هذه بيعة الغدير من أولى الناس بكم فقالوا الله ورسوله فقال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فهذا علي مولاه هو أولى الناس بكم من أنفسكم وهذا هو الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين في خطبته هذا والله لقد بايع الناس أبا بكر وأنا أولى الناس بهم مني بقميصي هذا فكضمت غيظي وانتظرت أمر ربي وألصقت كلكلي بالأرض ثم إن أبا بكر هلك واستخلف عمر وقد علم والله إني أولى الناس بهم مني بقميصي هذا فكضمت غيظي وانتظرت أمر ربي ثم إن عمر هلك وقد جعلها شورى الشورى العمرية دققوا النظر في كلمات أمير المؤمنين وقد جعلها شورى فجعلني سادس ستة كسهم الجد وقال اقتلوا الأقل وما أراد غيري برنامج الشورى العمرية كان لقتل أمير المؤمنين لأنه كان يعرف موقف أمير المؤمنين هذا وقد وضع وقد وضع مخطط الشورى وهو في آخر لحظات حياته تلاحظون مدى الحقد ومدى البغط ومدى العداء لأمير المؤمنين هذا كلام أمير المؤمنين يحدثنا به الحسين الشهيد وهذه خطبة كان يخطبها سيد الأوصياء في العراق في الكوفة ثم إن عمر هلك وقد جعلها شورى فجعلني سادس ستة كسهم الجد وقال اقتلوا الأقل وما أراد غيري فكضمت غيضي وانتظرت أمر ربي وألصقت كالكلي بالأرض ثم كان من أمر القوم بعد بيعتهم لي ما كان ثم لم أجد إلا قتالهم أو الكفر بالله هذا هو البرنامج السقيفي بقي يلاحق أمير المؤمنين حتى قتلوه حتى قتلوه حتى قتلوه أقرأ عليكم برنامج عمر في الشورى كي تعرفوا ماذا يقصد أمير المؤمنين هذا هو الجزء الثاني من تأريخ الطبري إنه تأريخ الأمم والملوك الطبري المتوفى سنة 310 للهجرة وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان صفحة 750 العنوان قصة الشورى إنها الشورى العمرية وما هي بشورى أية شورى إنها مؤامرة لقتل أمير المؤمنين مثل ما قرأت عليكم قبل قليل أمير المؤمنين هو الذي يخبرنا بذلك وقال لصهيب من الذي قال لصهيب إنه صهيب الرومي عمر قال لصهيب وقال لصهيب صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل وأدخل علي وعثمان والزبير وسعد إنه سعد بن أبي وقاص وسعد وعبد الرحمن بن عوف وطلحة انقدم لأنه كان مسافرا وقال لصهيب وقال لصهيب صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل علي وعثمان والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وطلحة انقدم وأحضر عبد الله ابن عمر ولا شيء له من الأمر غريب هذا إذا ليس له من الأمر من شيء فلماذا يكون حاضرا يكون حاضرا لأجل أن تكتمل الخطة العمرية لقتل أمير المؤمنين دقيق النظر دقيق النظر وأحضر عبد الله ابن عمر ولا شيء له من الأمر وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة وردوا رجلا وأبا واحد الذي سيعارض أمير المؤمنين هكذا يتوقع فاشدخ رأسه لأنهم سيجتمعون على الباطل وعلي لا يقبل بالباطل ولذا حينما عرضوا عليه أن يعمل بسيرة أبي بكر وعمر رفض الخلافة بكاملها لأن سيرتهم سيرة كافرة تخالف سيرة رسول الله وهذا ما صرح به أمير المؤمنين في خطبه وكلماته في الكاف الشريف وغيره فإن اجتمع خمسة وردوا رجلا وأبا واحد فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبا اثنان فاضرب رؤوسهما يشير إلى أمير المؤمنين وإلى الزبير لأن الزبير سيكون مناصرا لأمير المؤمنين فإن رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم فحكموا عبد الله بن عمر فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس متى اجتمع الناس على أحد متى اجتمع الناس إلا إذا كان يقصد بأن الناس جميعا يتمثلون في هؤلاء وبغض النظر عن هذا الكلام كل هذه الخطة الملتوية لأجل أن يقتل عليه هذا هو برنامجه وهذا هو الذي أشار إليه أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه من أن عمر خطط هذا المخطط لأجل قتلي هكذا قال سيد الأوصير المشكلة في أمير المؤمنين مثلما الحل وهو حلال المشاكل عند أبناء العفيفات هو المشكلة عند أبناء الزواني رسول الله قال له لا يبغضك يا علي إلا بن زنى فعلي مشكلة عند أبناء الزواني وعلي هو حلال المشاكل عند أبناء العفيفات سلاما يا أمير المؤمنين سلاما يا سيد الأوصير سلاما يا أعظم مظلوم في الإسلام نذهب إلى فاصل هكذا كان البرنامج برنامج أصحاب السقيفة يريدون يريدون قتل رسول الله وقتل علي وقتل العترة عترة الطاهرة وهذا واضح حينما جمعوا الحطبة لإحراق بيت علي وفاطمة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله رسم برنامجا لإرباك مخططاتهم وهذا هو الذي تحقق على أرض الواقع ولذا استعجلوا تسميمه نحن لا نتوقع أن نجد الوثائق الكاملة في كتبهم في كتب أتباع سقيفة بني ساعدة التي تشير إلى قتلهم لرسول الله لكن آثارا من الجريمة لا زالت موجودة على سبيل المثال هذا تأريخ الطبري إنه المصدر نفسه والجزء نفسه الذي أشرت إليه قبل قليل صفحة خمسمية وستة بسنده بسند الطبري المتوفى سنة ثلاثمية وعشرة للهجرة عن عائشة الأحاديث عن عائشة عن عائشة قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها صلاة بتراء وصلاة البتراء تعني أن دين القوم دين أبتر عن عائشة قالت لددنا رسول الله في مرضه فقال لا تلدوني فقلنا كراهية المريض الدواء أنا لا أقول من أن هذا الكلام دقيق فعائشة تكذب وتكذب وتكذب وسأضرب لكم أمثلة من أكاذيبها التي أوردها البخاري سأضرب لكم مثالا من الكذب ومثالا من التدليس في أحاديث عائشة التي أوردها البخاري عن عائشة قالت لددنا رسول الله في مرضه فقال لا تلدوني فقلنا كراهية المريض الدواء فلما أفاق قال لا يبقى منكم أحد إلا لد لا يبقى منكم أحد إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم يمكن أن نقرأها غير العباس ويمكن أن نقرأها غير العباس فإنه لم يشهدكم ما هذه الحكاية إنها حكاية اللدود ما المراد من اللدود الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثالث عشر والرابع عشر في مجلد واحد من موسوعة لغوية معروفة هي الأشهر بين الموسوعات اللغوية العربية معجم معروف لسان العرب لابن منظور وهذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان إنها الطبعة الرابعة الفين وخمسة ميلادي صفحة مية وثمانية وثمانين إنه الجزء الثالث عشر اللدود ما هو المقصود منه اللدود في اللغة تعني أن أقوم بسقي شخص آخر بنفسي أنا الذي أقوم بسقيه وهذا عادة يستعمل في سقي الأطفال الدواء لأن الأطفال لا يرغبون ولا يحبون شرب الدواء فماذا يفعل أهلهم آباؤهم أمهاتهم يسقون الطفل الدواء بالقوة من دون رغبة من الطفل فيقومون بمسك الطفل وبعد ذلك يفتحون فمه ويجرون لسانه حينما يجرون لسانه فإن فمه سيكون مفتوحا وخصوصا الجوف الذي يكون تحت اللسان فيصبون الدواء فيه ثم يغلقون فمه ويحركون رأسه كي يصل الدواء إلى جوفه وهذا هو الذي فعلته عائشة وحفصة مع رسول الله كما تقول هي كما تقول هي قلت لكم أنا لا أريد أن أصدق كلامها لكن هذا الكلام ينبئ عن شيء من آثار الجريمة فبما أنهم سموا رسول الله فهم يعرضون هذا المطلب بهذه الطريقة من أن نساء النبي قامت ب عملية لدود للنبي من أن نساء النبي قمنا بعملية سقي للنبي لقد قمنا ب إدخال الدواء إلى جوفه بالقوة من دون أن يكون راغبا في ذلك حتى إذا ما ظهر الكلام من أن النبي قد سم هناك جواب هناك دعاية هناك شيء يطرح للناس بالضبط مثلما أخذوا يرفعون أصواتهم بعد أن توفي رسول الله مسموما فقالوا من أن النبي لم يموت ومن أنه رفع إلى السماء وقالوا من أنه كعيسى عيسى رفع إلى السماء وقالوا من أنه كموسى يذهب إلى الميقات ويعود وقالوا وقالوا الناس تصدق هذا الكلام الحكاية موجودة بيننا الآن خصوصا في الأوساط الشيعية الأكاذيب بخصوص العلماء والمراجع الكرامات ما يقال عنهم وكل ذلك ليس صحيحا الناس تصدقه الناس تصدق بسبب الغباء بسبب الضلال بسبب الجهل الأسباب كثيرة هكذا جاء في لسان العرب اللد أن يؤخذ بلسان الصبي فيمد إلى أحد شقيه شقي فمه ويوجر في الآخر الدواء في الصدف بين اللسان وبين الشدق وفي الحديث في الحديث النبوي أنه لد في مرضه فلما أفاق قال لا يبقى في البيت أحد إلا لد فعلى ذلك عقوبة لهم لأنهم لدوه بغير إذنه فهل النبي صلى الله عليه وآله هل كان صبيا صغيرا يخاف من الدواء أنا لا أريد أن أصدق هذا الكلام لكن الكلام فيه شيء من الصدق من أن عائشة وحفصة هما اللتان سمت رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الكلام أقرأه عليكم من تأريخ الطبري عن عائشة قالت لددنا رسول الله في مرضه فقال لا تلدوني أنا لا أريد الدواء فقلنا كراهية المريض الدواء فلما أفاق فلما أفاق ماذا تعني هل كان نائما وقامت عائشة وحفصة بأن أدخن الدواء إلى جوف النبي فلما أفاق أو أنه في حالة غشية أو في حالة قريبة من النوم بسبب شدة المرض فلما أفاق قال لا يبقى منكم أحد إلا لد ما هذا الكلام فهل النبي يتصرف بهذا الشكل إلا إذا أراد إذا كانت هذه الواقعة صحيحة إلا إذا كان يريد أن يعرف الناس جميعا من أنهم لدوه الدواء من دون أن يكون راضيا وهذه علامة غضب من قبل رسول الله على النساء التي قمنا بهذا العمل قد يقول قائل هذا الكلام أنت تقرأه من تاريخ الطبري وليس كل شيء في تاريخ الطبري يمكننا أن نصفه بأنه صحيح فأقول له فماذا تقول عن صحيح البخاري ما هو هذا الكلام موجود في صحيح البخاري أيضا الباب الرابع والستون كتاب المغازي من صحيح البخاري وهذه طبعة دار صادر بيروت لبنان صفحة سبعمية وثمانين رقم الحديث أربعة آلاف أربعمية وثمانية وخمسين بسند البخاري المتوفى سنة ميتين وستة وخمسين للهجرة حدثنا إلى أن يقول قالت عائشة لددناه في مرضه تتحدث عن رسول الله لددناه في مرضه أي أننا قمنا بإدخال الدواء إلى جوفه بالقوة لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني لأن النبي يبدو كان ضعيفا ضعيفا جسديا بسبب شدة المرض بحسب ما يقولون بحسب ما يقولون الحقيقة أن مرض النبي كانت بسبب التسميم لكن عائشة تريد أن تقول هنا من أن النبي كان مريضا وهي ومن معها قمنا بتشريب النبي الدواء بسقاية النبي الدواء لكن الحقيقة ليست كذلك لذا أقول لكم هذه الأحاديث أكاذيب لكن شيئا من الحقيقة فيها ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان قالت عائشة لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء فلما أفاق فلما أفاق هل كان نائما وقامت النسوة بإدخال الدواء إلى جوفه هل كان مغشيا عليه فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني قلنا كراهية المريض للدواء فقال لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم هذه أحاديث اللدوت من أن نساء النبي قمنا بهذه العملية أن أدخلنا الدواء في جوف النبي قسرا وهو لا يريد ذلك هذا الكلام ليس منطقيا لكن الكلام هذا إثارة غبار حول حقيقة من أن عائشة وحفصة سممت رسول الله صلى الله عليه وآله بالاتفاق مع أبي بكر وعمار وهؤلاء استعجلوا الأمر بحسب المخطط الذي وضعه رسول الله كي يربك مخططهم الكبير لأجل المحافظة على الإمام المعصوم الذي سيكون من بعده وزهراء أكملت مسيرة أبيها وقد قال لها من أنك ستكونين ملتحقة بي بعد فترة وجيزة قال لها من أنها أسرع أهل بيته لحوقا به من أكاذيب عائشة أقرأ عليكم من البخاري صفحة سبعمية وواحد وثمانين من الباب نفسه الذي قرأت منه الحديثة المتقدم رقم الحديث أربعة ألاف أربعمية وتسعة وخمسين حدثنا عبد الله بن محمد إنه سند البخاري ذكر عند عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي فقالت من قاله لقد رأيت النبي وإني لمسندته إلى صدري فدعا بالطست فانخنث فمات فما شعرت فكيف أوصى إلى علي أولا هل يشترط في الوصية أن تكون عند لحظة الموت يا عائشة هل هذا أمر لا بد أن يكون عند لحظة الموت وإذا كانت الوصية ترتبط بالدين وبحال الأمة وبتنصيب الأئمة فلا بد أن يكون الأمر قد مهد له مثل ما جرى في بيئة الغدير وليس عند اللحظة الأخيرة والرجل يموت بين يدي زوجته والكذبة الواضحة فإن النبي صلى الله عليه وآله ما مات على صدر عائشة مات على صدر علي بن أبي طالب عائشة هكذا تقول هذا صحيح البخاري هذه أكاذيب عائشة وأكاذيب البخاري عائشة هي التي تقول وإني لمسندته تتحدث عن النبي وإني لمسندته إلى صدري فدعا بالطست فانخنث فمات فما شعرت هذا كلام عائشة وهذا كلام علي بن أبي طالب تصدقون أمان تصدقون أمان نهج البلاغة والطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان إنه كلام أمير المؤمنين المرقم بالرقم الثاني بعد المائتين حينما استشهدت الزهراء صلوات الله عليها قتلها القوم ودفنها أمير المؤمنين وجه خطابه إلى رسول الله السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة في جوارك والسريعة اللي حاقبك هو أخبرها قال لها أنت أسرع أهل بيتي بي لحوقا السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة في جوارك والسريعة اللي حاقبك قل يا رسول الله عن صفيتك صبري أمير المؤمنين هنا يتحدث فيما بينه وبين رسول الله ليس أمام الناس قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي إلا أن في التأسيلي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعز فلقد وستك في ملحودة قبرك وفاضت بين نحري وصدري نفسك فإنا لله وإنا إليه راجعون هذا علي هو الذي يقول مخاطبا لرسول الله وفاضت بين نحري وصدري نفسك هذا ابن أبي طالب الذي هو نفس محمد صلى الله عليه وآله بصريح القرآن في آية المباهلة وهذه بنت أبي بكر ابن أبي قحافة هكذا تقول وإني لمسندته إلى صدري فدعا بالطست فانخنث فمات فما شعرت فكيف أوصى إلى عليا تصدقون من؟ يا شباب السنة تصدقون علي بن أبي طالب أم تصدقون عائشته وأكاذيبها وأكاذيب البخاري تصدقون من؟ تصدقون من؟ عدوا إلى قلوبكم ودعوا أكاذيب أصحاب العمائم رجال الدين كذابون في كل الديانات رجال الدين من السنة من الشيعة كذابون إنهم يبحثون عن مصالحهم كائنات فاسدة هذه أكاذيب عائشة ولقد كذبت كثيرا كذبت كذبت صحيح البخاري مليء بأحاديث عائشة تنسب النقائص إلى رسول الله فهل نقبل أن تنسب النقائص إلى رسول الله كي نصدق عائشة أم أننا ننزه رسول الله صلى الله عليه وآله عن النقائص ونكذب ونكذب عائشة ونكذب البخاري ونلعن كل كذاب يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله أليست الحقيقة هي هذه الوقت يجري سريعا ويبدو أن الحلقة ستطول لابد أن أكمل حديثي في هذه الحلقة لن أجعل حديثي ناقصا مهما طالت هذه الحلقة أنتم تتعبون تلك مشكلتكم بالنسبة لي فإنني لا أتعب من الحديث عن محمد وآل محمد إن كان ذلك في جو الولاية أو كان ذلك في جو البراءة من أعدائهم عليهم لعائن الله مثال من تدليس عائشة من البخاري أيضا صفحة أربعمية وأربعة وخمسين الكتاب الحادي والخمسون كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها الباب الرابع عشر رقم الحديث الفين خمسمية وثمانية وثمانين بسند البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى إلى أن يصل السند قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتر لما ثقل النبي فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي يعني في غرفتي في حجرتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض يعني أن رجلين كان قد حمل رسول الله وكان بين العباس وبين رجل آخر الرجلان الذان حمل رسول الله أيام مرضه العباس ورجل آخر فقال عبيد الله إنه عبيد الله ابن عبد الله جاء مذكورا في السند فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة قلت لا قال هو علي ابن أبي طالب هذا هو التدليس هذا هو التدليس بعينه الكذب مر علينا وهذا هو التدليس هذا هو حال عائشة مع سيد الأوصية وهذا هو حالها مع فاطمة الزهراء وهذا هو حالها مع الحسن والحسين نحن لا ننسى حينما جاءوا جاء الهاشميون وعلى رأسهم سيد الشهداء جاءوا يحملون نعش إمامنا الحسن وأرادوا أن يدخلوه إلى روضة النبي أن يجدد عهدا بقبر جده رسول الله وهذا البيت هو بيت أمه فاطمة هو بيته بيت الحسن فخرجت عائشة مع جلاوزتها من الأمويين وقالت للحسيني ولبني هاشم أنا لا أريد أن تدخلوا في بيتي من لا أحب البيت ما هو ببيتها وإنما اغتصبته لأن النبي إذا كان لا يوراث فكيف ورثت البيت وإذا كان البيت يوراث ففاطمة هي صاحبة الميراث ومن بعد فاطمة ينتقل الميراث إلى أولادها إلى الحسن والحسن هذا هو التأريخ الأسود تأريخ الصحابة تأريخ الصحابة الأسود تأريخ مبني على الأكاذيب وعلى الافتراءات وعلى الظلم والجور وعلى سفك دماء محمد وآل محمد ابتدأ الأمر بقتل رسول الله ثم قتلوا فاطمة ثم قتلوا عليا ثم قتلوا الحسن المشتبى ثم كانت عاشورا وما أدراك ما عاشورا بدأنا نقترب شيئا فشيئا من أذان العشاءين بحسب توقيت النجف الأشرف سنذهب إلى فاصل أذان العشاءين النجف وبعد الفاصل أعود إليكم الحلقة ستكون طويلة لا بد من إكمال المطالب نذهب إلى فاصل حياكم الله عتوا إليكم وإني أقسم على إمام زماني بجمال وجه الحسين أن يكون عودي دائما وأبدا إلى فناء محمد وآل محمد وأن لا يكون عودي إلى غيرهم أبدا فمعهم معهم لا مع غيرهم صلوات الله وسلامه عليه كان الحديث قبل الفاصل فيما يرتبط بما عرف بواقعة اللدود حيث تحدثت عائشة عن أن نساء النبي قمنا بشقي النبي الدواء بالرغم من أنه ما كان يريد ذلك الدواء هكذا قالت من نسبة لي لا أصدق هذا الكلام لكن الكلام هذا يكشف عن جانب عن جانب من الأمور التي وقعت فهذه أكاذيب يراد منها تغطية أمر التمويه على أمر قد حدث ولكن ليس بهذه الصورة الأطفالية لكن شيئا قطعا قطعا هذا الكلام يشير إلي ليس بهذه الطريقة وليس بهذه الحكاية هذه أكاذيب عائشة التي تملأ كتب الصحاح عند أتباع سقيفة بني ساعد الخلاصة أن عائشة وحفصة هما المرأتان اللتان سممت رسول الله بنحو مباشر وبتخطيط مع مجموعة أصحاب الصحيفة وعلى رأسهما أبو بكر وعمر ولذا رواياتنا تقول بأن أربعة اشتركوا في تسميمه أبو بكر وعائشة وعمر وحفصة هذا الموجود في أحاديث العترة صلوات الله عليها تريدون أن تصدقوا بكلامه تريدون أن تكذبوا تلك مشكلتكم الحقائق واضحة والمعطيات بينة جدا الآية الرابعة والأربعون بعد المئة بعد البسملة من سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أفإن مات أو قتل هذا هو تفسير العياش جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية الجزع الأول طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في صفحة الرابعة والعشرين بعد المئتين إنه الحديث الثاني والخمسون بعد المئة عن عبد الصمد بن بشير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تدرون تدرون مات النبي أو قتل ماذا تعتقدون الإمام يخاطب الذين في مجلسه والذي يحدثنا عن الإمام هو عبد الصمد بن بشير تدرون مات النبي أو قتل إن الله يقول أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعخابكم فسما قبل الموت فسما قبل الموت أي أن رسول الله مات مسموما توفي مقتولا بالسم فسما قبل الموت إنهما إنهما الإشارة إلى اللتين ذكرتا في سورة التحريم إنهما سقطاه قبل الموت الحديث عن عائشة وحفصة هذا الكلام يلتقي مع ما تحدثت به عائشة عن لدود رسول الله أنهما سقطاه قبل الموت فقلنا الجلاس في المجلس إنهما إنهما المطبوع وأبوهما والكلام ليس سليما إنهما وأبويهما شر من خلق الله وهذا المنطق ينسجم مع سائر ما جاء من معطيات في أدعية العترة وزياراتها وما جاء من أحاديثهم الشريفة بخصوص هؤلاء ودعاء صنمي قريش قنوة أمير المؤمنين في صلاته من أوضح تلك النصوص ولا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل لضيق الوقت فوقت الحلقة صار طويلا جدا وهناك الكثير من المطالب هذا كلام واضح كلام من إمامنا الصادق إنهما سقطاه قبل الموت سقطاه السم هناك عملية سقي من قبلهما لرسول الله وهذا الكلام يلتقي مع ما تحدثت به عائشة في البخار والطبر وغيرهما مما يذكر بخصوص عملية اللدود التي مورست مع رسول الله ومن أنه سقي الدواء قسرا عائشة تقول فلما أفاق إما أن يكون النبي قد أغمي عليه وإما أن يكون نائما وإما أن يكون في حالة عدم التفات لما حمله لشدة الألم والمراض حتى نستطيع أن نتصور معنا فلما أفاق لا أريد أن أناقش هذه الأحاديث التي كلها كذب لكنها تشير بوجه من الوجوه إلى أمر قد تحقق على أرض الواقع أتحدث عما نقل عن عائشة في تاريخ الطبر أو في صحيح البخاري هذا الكتاب هو الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم وهو لعلي ابن يونس العاملي النباطي المتوفى سنة 877 للهجرة وهذه طبعة المكتبة المرتضوية هذا المجلد يشتمل على ثلاثة أجزاء في الصفحة الثامنة والستين بعد المئة من الجزء الثالث فصل هذا عنوانه في أختها حفصة في أختها حفصة المراد في أخت عائشة لأن الحديث كان عن عائشة وهنا يورد المصنف رواية عنهم صلوات الله عليهم وفي رواية أنه أن النبي صلى الله عليه وآله أعلم حفصة أن أباها وهو عمر وأبا بكر يليان الأمر فأفشت إلى عائشة فأفشت إلى أبيها فأفشى إلى صاحبه فاجتمع على أن يستعجل ذلك يسقينه سماً وهذا هو الذي تحقق على أرض الواقع اجمعوا بين هذه المعطيات أنا لا أقول لكم إن كل حرف في هذه المعطيات هو دقيق وهو صادق ولذلك وضعت بين أيديكم الكثير والكثير من المعطيات هذه صورة نقلها علي النمازي الشهرود في الجزء السابع من كتابه مستدرك سفينة البحار وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي بحار الأنوار للمجلس عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان ألف كتاباً بمثابة مستدرك على بحار الأنوار سفينة البحار سفينة البحار كتاب ألفه عباس القمي يكون مستدركاً لبحار الأنوار علي النمازي الشهرود ألف مستدركاً على سفينة البحار هو هذا مستدرك سفينة البحار صفحة 381 هذه الصورة موجودة في كتب أخرى وهو قد نقلها عن ابن أبي الحديد المعتزلي من أئمة المعتزلة وقد ذكر هذه الصورة في شرحه لنهج البلاغة وهو شرح مشهور معروف عن سلمان الفارس إنه المحمدي سلمان المحمدي يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وآله صبيحة يومي قبل اليوم الذي مات فيه النبي استشهد في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر بحسب ما يقول سلمان فإنه قد دخل على رسول الله في صبيحة اليوم السابع والعشرين هكذا يقول سلمان بحسب هذه الرواية دخلت على النبي صلى الله عليه وآله صبيحة يومي قبل اليوم الذي مات فيه فقال لي النبي يقول لسلمان وسلمان عزيز عند رسول الله فقال لي لا تسأل عما كابته الليلة يعني الليلة الماضية من الألم والسهر أنا وعلي هذا الكلام بعد أن سمموه وعانى ما عانى رسول الله من الوجع والألم فليس هناك إلا رسول الله وعلي لا توجد عائشة ولا توجد حفصة ولا يوجد أي شخص آخر النبي يقول لسلمان لا تسأل عما كابته الليلة من الألم والسهر أنا وعلي النبي يريد أن يخبر سلمان وإلا كيف يعلم سلمان بما جرى على رسول الله فقلت يا رسول الله ألا أسهر الليلة معك بدله بدلا عن أمير المؤمنين فقال لا هو أحق بذلك علي كان مع رسول الله ورسول الله كان مع علي لم يفترق ولن يفترق ولن يفترق لم يفترق ولن يفترق هذه الصورة صورة وإن كانت موجزة تحمل في طواياها الكثير والكثير من المضامين نذهب إلى فاصل مثلما نقلت لكم من المعطيات المهمة من كتب الشيعة ومن كتب السنة تلاحظون أن المعطيات يتواصل بعضها مع البعض الآخر ومن أن بعضها يشرح ويفسر ويفسر بعضها الآخر الذي هو بحاجة إلى شرح وتفسير صور سأنقلها لكم من كتب الشيعة والسنة وسأبدأ بهذا الكتاب السني سأبدأ بتأريخ الطبري إنه تأريخ الأمم والملوك الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل وهذا هو الجزء الثاني صفحة 516 يقول الطبري قال هشام قال أبو مخنف فحدثني أبو بكر ابن محمد الخزاعي أن أسلم أسلم قبيلة بدوية معروفة هذه القبيلة قبيلة هي أبعد ما تكون عن التحضر أن أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك في المدينة من الذي جاء بهم هذا اتفاق مسبق ما بين ما بين هؤلاء اللعناء الذين كتبوا الصحيفة وبعد ذلك قاموا بمؤامرتهم الدنيئة في السقيفة أن أسلم أقبلت بجماعتها هؤلاء ما هم من أهل المدينة ما الذي جاء بهم هؤلاء من البدو الجفات أن أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك فبايعوا أبا بكر ما الذي جاء بهم هذا اتفاق مبرم بنحو المسبق أن أسلم أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك فبايعوا أبا بكر فكان عمر يقول ما هو إلا أن رأيت أسلم فأيقنت بالنصر جاءت القوة العسكرية التي يحتاجونها قال هشام عن أبي مخنف قال عبد الله ابن عبد الرحمن فأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر وكاد يطاؤون سعد ابن عبادة إنه من شيوخ الأنصار من شيوخ أهل المدينة وكاد يطاؤون سعد ابن عبادة لأنه كان رافضا لسقيفتهم وبيعتهم فقال ناس من أصحاب سعد اتقوا سعدا لا تطأوه ازدحام شديد فقال عمر اقتلوه قتله الله هؤلاء هم الصحابة وهذا عمر لماذا يقتلوا سعد ابن عبادة قتلوه بعد ذلك وقالوا من أن الجن قد قتلته أخرجوه من المدينة إلى الشام وفي ليلة ظلماء قتلوه كان الرجل قد خرج لقضاء حاجته فقتلوا ونشروا بين الناس من أن الجن قد قتلوه ومن أنهم سمعوا الجن يقولون شعرا في ذلك أكاذيب في أكاذيب هذا هو الواقع فقال عمر اقتلوه قتله الله ثم قام على رأسه عمر فقال لقد هممت أن أطأك أن أدوسك بأقدامي حتى تندر عضدك فأخذ سعد بلحية عمر فقال والله لو حصصت منه شعرة ما رجعت وفي فيك واضحة أي أنني سأكسر أسنانك في فمك فقال أبو بكر مهلا يا عمر الرفق ها هنا أبلغ فأعرض عنه عمر لأن الذي كان يخطط لكل هذه المؤامرة هو أبو بكر هذا ما نقله أطبري قطعا أطبري لن ينقل الصورة كاملة نحن هنا نبحث عن بعض الآثار عن بعض الأجزاء التي إذا ما جمعناها مع الأجزاء الأخرى ستتشكل الوثيقة الكاملة التي مزقوها وحاولوا أن يخفوا أجزاءها الممزقة لكن الحقيقة تبقى حقيقة وتبقى تحمل قيمتها في نفسها هذا ما جاء في تاريخ الطبري الكلام مختضب وما في الجنان يظهر على فلتات اللسان هذا قد ينطبق على الإنسان وقد ينطبق على واقع الأمة ما في جنان واقع الأمة يظهر على فلتات كتب المؤرخين هذا كتاب سليم إنه سليم ابن قيس الهلالي رضوان الله تعالى عليه الكتاب الذي أشرت إليه قبل قليل في صفحة الحادية والسبعين بعد الخمسمائة إنه الجزء الثاني قال البراء ابن عازب فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله تخوفت أن تتظاهر قريش على إخراج هذا الأمر من بني هاشم فهناك الكثير من الصحابة كانوا يعرفون بمؤمرات هؤلاء المنافقين القضية لم تكن سرية إلى ذلك الحد لكنها لم تكن طافحة على السطح قال البراء ابن عازب فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله تخوفت أن تتظاهر قريش مثلما تحدثت سورة التحريم عن تظاهر عائشة وحفصة مع بقية المجموعة أن تتظاهر قريش على إخراج هذا الأمر من بني هاشم فلما صنع الناس ما صنعوا من بيعة أبي بكر أخذني ما يأخذ الواله الثكول مع ما بي من الحزن لوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله فجعلت أتردد وأرمق وجوه الناس أرمق أراقب أنظر إلى وجوههم يريد أن يقرأ ماذا يجري فجعلت أتردد وأرمق وجوه الناس وقد خلى الهاشميون برسول الله صلى الله عليه وآله لغسله وتحنيطه وقد بلغني الذي كان من قول سعد بن عبادة ومن اتبعه من جهلة أصحابه منا أمير ومنكم أمير هذا الكلام الذي دار في تلك السقيفة النجسة المشؤومة وقد بلغني الذي كان من قول سعد بن عبادة ومن اتبعه من جهلة أصحابه فلم أحفل بهم وعلمت أنه لا يؤول إلى شيء لأن سعد بن عبادة أراد أن يكون الأمر إليه هذا هو الذي يشير إليه البراء بن عازب فجعلت أتردد بينهم وبين المسجد وأتفقد وجوه قريش فإني لكذلك إذ فقدت أبا بكر وعمر ثم لم ألبث حتى إذا أنا بأبي بكر وعمر وأبي عبيد قد أقبل في أهل السقيفة وهم محتجزون بالأزر الصنعانية الصنعانية نسبة إلى صنعاء إنها أزر يمانية نسيجها يماني وهم محتجزون بالأزر الصنعانية يبدو أنهم اتفقوا على أن يلبسوا ثيابا موحدا حتى يعرف بعضهم بعضا قد أقبل في أهل السقيفة وهم محتجزون بالأزر الصنعانية لا يمر بهم أحد إلا خبطوه فإذا عرفوه خبطوه يعني أمسكوا به بقوة من دون رعاية أو احترام إنها عملية إكراه على البيع من هنا تأسس الإرهاب حين نتحدث عن الإرهاب الصدامي هذه جذوره وحين نتحدث عن الإرهاب الداعشي هذه جذوره هؤلاء آباء الإرهاب الصدامي وآباء الإرهاب الداعشي وآباء الإرهاب القطبي لا يمر بهم أحد إلا خبطوه فإذا عرفوه مدوا يده بالقوة فمسحوها على يد أبي بكر شاء ذلك أم أبا هذا هو الذي الإرهاب بدأ منذ ذلك اليوم وبدأ بقتل رسول الله صلى الله عليه وآله واشتركت النساء والرجال في ذلك وهذه التفاصيل بين أيديكم ما نراه اليوم في الحركات الإرهابية ما هو إلا صدن لذلك الإرهاب دققوا النظر في هذه الكلمات اجمعوا هذا المضمون مع ما قرأته من تأريخ الطبري لأن طبري لن يذكر الصورة كاملة ذكر جزءا من الصورة بقية بقية الأجزاء سأقرأها عليكم امتباعا وأنا لا أقول من أن المعلومات هذه كاملة هذا شيء مما جرى على أرض الواقع وقد يكون فيه خلط وخبط وتحريف لكننا نأخذ الصورة الإجمالية لا يمر بهم أحد إلا خبطوه فإذا عرفوه مدوا يده بالقوة فمسحوها على يد أبي بكر شاء ذلك أم أبى هذا ما جاء في كتاب سليم بن قيس هذا الكتاب للمفيد المتوفى سنة 413 الطبري متوفى سنة 310 سليم بن قيس متوفى سنة 76 للهجرة المفيد المرجع الشيعي المعروف متوفى سنة 413 للهجرة هذا كتابه الجمل إنها واقعة الجمل الجمل والنصرة لسيد العترة في حرب البصرة هذه الطبعة طبعة السيد الشهداء الطبعة الأولى 1430 هجري قمري قموا المقدسة في الصفحة الخامسة والسبعين وروا أبو مخنف لوطن ابن يحيى الأزدي عن محمد ابن سائب الكلبي وأبي صالح ورواه أيضا عن رجاله عن زائدة ابن قدامة قال كان جماعة من الأعراب قد دخلوا المدينة ليمتاروا منها ليمتاروا ليشتروا الميرة ما يحتاجون من الطعام والبضائع والأغراض وليس بالضرورة أن يكون هذا الكلام دقيقا لأن قبيلة أسلم وهي من الأعراب حينما دخلت المدينة وازدحمت بهم السكك وهو شيء غريب لم يكن يحدث سابقا ماذا قال عمر بحسب الطبري ما إن رأيت أسلم إلا وقد أيقنت بالنصر بالنصر على من بالنصر على آل رسول الله بالنصر على رسول الله وعلى علي فهؤلاء جاءوا لنصرته وهذا تخطيط مسبق كان جماعة من الأعراب قد دخلوا المدينة هذه ربما تكون مجموعة أخرى قد دخلوا المدينة ليمتاروا منها فشغل الناس عنهم بموت رسول الله فشهدوا البيعة وحضروا الأمر فأنفذ إليهم عمر واستدعاهم وقال لهم خذوا بالحظ والمعونة على بيعة خليفة رسول الله واخرجوا إلى الناس وحشروهم ليبايعوا حشروهم بالقوة اجمعوهم عملية إلقاء قبض على الجميع واخرجوا إلى الناس وحشروهم ليبايعوا فمن امتنع فاضربوا رأسه وجبينه هذا هو منطق عمر ما هو هذا الذي قرره في قضية الشورى العمرية ويقصد من ذلك عليا مثل ما قال أمير المؤمنين هذا هو المنطق العمري على طول الخاطر وحشروهم ليبايعوا فمن امتنع فاضربوا رأسه وجبينه قال فوالله لقد رأيت الأعراب قد تحزموا واتشحوا بالأزر الصنعانية وأخذوا بأيديهم الخشب وخرجوا حتى خبطوا الناس خبطا وجاءوا بهم مكرهين إلى البيع هذا هو الذي جرى في تلك الأيام وكان هجومهم على بيت الزهراء كي يكون درسا للبقية من أن بيت الزهراء نحن نحرقه فمن أنتم فمن أنتم إذن لابد أن تبايعه وبايع الناس وهذا هو واقع المجتمع في كل زمان ومكان هذا كتاب الاحتجاج للطبرسي من علماء الشيعة ومن علماء القرن السادس الهجري نحن لا نعرف بالضبط السنة التي توفي فيها هذا المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزعين فكتاب الاحتجاج يتعلف من جزعين وهذه طبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والسبعين من الجزء الأول بحسب هذه الطبعة التي بين يدي الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة فنزل نزل أبو بكر من المنبر بعد كلام طويل مع عدد من الصحابة ممن رفضوا بيعته فنزل ثم أخذ بيده وانطلق إلى منزله وبقوا ثلاثة أيام لا يدخلون مسجد رسول الله منهم أصحاب السقيفة فلما كان في اليوم الرابع جاءهم خالد بن الوليد ومعه ألف رجل فقال لهم ما جلوسكم فقد طمع فيها والله بن هاشم لأنكم قد أصفتم بالضعف بسبب النقاشات التي أثارها أصحاب علي وهم من كبار صحابة رسول الله العلاج ليس في النقاش العلاج في هذه الجموع من البدو من الأعراب الجفات إنه الإرهاب الداعشي نفسه ما جلوسكم فقد طمع فيها والله بن هاشم وجاءهم سالم مولى أبي حذيفة ومعه ألف رجل وجاءهم معاذ ابن جبل ومعه ألف رجل فما زال يجتمع إليهم رجل الرجل حتى اجتمع أربعة آلاف رجل فخرجوا شاهرين بأسيافهم يقدمهم عمر بن الخطاب حتى وقفوا بمسجد رسول الله فقال عمر والله يا أصحاب علي لئن ذهب منكم رجل يتكلم بالذي تكلم بالأمس لأنهم نطقوا بالحقائق وما استطاع أبو بكر وعمر أن يجيبوا بحرف واحد والله يا أصحاب علي هذا هو الإرهاب الفكري هذا هو الإرهاب الفكري وهذا الإرهاب الفكري نحن في أجوائنا الدينية الشيعية نعاني منه كثيرا مراجع النجف حوزة النجف الحوزة الطوسية اللعينة النجسة تمارس إرهابا فكريا على الذين يريدون أن يصلوا إلى الحقيقة يريدون أن يتمسكوا بدين العترة الطاهرة ومن هنا فإنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد التي طالما قرأتها عليكم في برامج السابقة وحدثتكم عن مضامينها فقال عمر والله يا أصحاب علي لإن ذهب منكم رجل يتكلم بالذي تكلم بالأمس لنأخذن الذي فيه عينا وهذه لقطة أخرى من المصدر نفسه في الصفحة الثمانين وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال ثم إن عمر احتزم ب إزاره وجعل يطوف بالمدينة وينادي ألا إن أبا بكر قد بوي على فهلموا إلى البيع فينثال الناس يبايعون ينثال الناس يبادرون فعرف عمر فعرف أن جماعة في بيوت مستترون لا يريدون الخروج للمشاركة في بيعة الضلال هذا فعرف أن جماعة في بيوت مستترون فكان يقصدهم في جمع كثير ويكبسهم ويحضرهم المسجد يكبسهم يعني أنه يلقي القبض عليهم وهم في بيوتهم ويحضرهم المسجد فيبايعون حتى إذا مضت أيام أقبل في جمع كثير إلى منزل عليين فطالبه بالخروج فأبى فدعى عمر بحطب ونار تفاصيل واقعة الهجوم على بيت أمير المؤمنين لا أريد أن أتحدث عنها في هذه الحلقة لضيق الوقت لأنني إذا أردت أن أتحدث عنها لا بد أن أبسط القول بخصوصها في الصراط المستقيم هناك لقطة أيضا هذا هو الجزء الثاني في الصفحة الثانية والثمانين مثل ما قلت لكم ما أنقله لكم ليس بالضرورة أن يكون دقيقا في كل حرف القضية أسوأ من كل هذا الذي نقلته لكم وهذا سيتضح تباعا فجاء فجاءهم خالد وقال قد طمعت فيه بن هاشم طمعت في هذا الأمر وكأن الأمر ليس لبني هاشم ليس لأمير المؤمنين فجاءهم خالد وقال قد طمعت فيه بن هاشم وجاء سالم بألف رجل ومعاذ إنه معاذ بن جبل من أعداء العترة الطاهرة ومعاذ بألف رجل فخرجوا إلى المسجد شاهرين سيوفهم وعلي جالس في نفر من أصحابه فقال عمر إن تكلم أحدكم بما تكلم به أمس أخذت الذي فيه عيناه فكان بينه وبين خالد بن سعيد كلام خالد بن سعيد من أولياء أمير المؤمنين وكان قد ناقشهم في المسجد وأفحمهم في القول وقرع عمر بن الخطاب تقريعا شديدا وكشف عن أصله النجس والمحاورة موجودة لا مجال لقراءتها فكان بينه وبين خالد بن سعيد كلام فأجلسه علي وكبر سلمان سلمان المحمدي كبر وقال سمعت رسول الله يقول هذا أخي وابن عمي جالس في مسجد في نفر من أصحابه إذ يثب إليه جماعة من كلاب أهل النار سلمان يحدث المسلمون لا يكذبون سلمان وهذه حقيقة قلت لكم هذه الصور مجزوئة مجزوئة بسبب التحريف والتصحيف وهناك أسباب كثيرة لا مجال لذكرها الآن وكبر سلمان وقال سمعت رسول الله يقول هذا أخي وابن عمي جالس في مسجد في نفر من أصحابه إذ يثب إليه جماعة من كلاب أهل النار يريدون قتلهم فلا نشك أنكم هم سلمان يقول لهم فلا نشك أنكم هم من أنكم من كلاب أهل النار فهم به عمر أراد عمر أن يعتدي على سلمان فهم به عمر فجلد علي به الأرض أمير المؤمنين قام وأمسك بعمار رفعه وضرب به الأرض هذا معنى فجلد علي به الأرض فهم به عمر هم به سلمان فجلد علي به الأرض فقال له علي يبن صهاك هذه جدة عمر شريفة جدا جدا شريفة عفيفة ولذلك أمير المؤمنين يذكرها لشرفها وعفتها وسلامتها فقال له علي يبن صهاك لو لا كتاب من الله سبق وعهد من رسول الله تقدم لأريتك لأريتك أينا أقل ناصرا وأضعف جند ثم قال عليه السلام لأصحابه انصرفوا وحلف أن لا يدخل المسجد إلا لزيارة أو حكومة أو حكومة لأمر خضائي إلى آخر ما جاء مذكورا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الكلام طويل والتفاصيل كثيرة هذا هو الذي جرى في تلك الأيام وهذه المعطيات تمثل جزءا من الحقيقة لأن الحقيقة أكبر وأعظم من كل ذلك إذا ما ذهبت إلى سورة الروم وإلى الآية الحادية والأربعين بعد البسملة ماذا نقرأ فيها ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون نحن بايعنا في بيعة الغدير على أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط وفقط وفقط وإذا أخذنا من غير علي وآل علي فذلك هو الكفر بعينه الجزء الثامن من الكافي الشريف للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة أي زمان الغيبة الأولى هذا هو الجزء الثامن في الصفحة الرابعة والخمسين إنه الحديث التاسع عشر بسنده بسند الكوليني عن محمد بن مسلم عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه في قوله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ماذا قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه قال ذاك والله حين قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير إنها السقيفة القذرة سقيفة بني ساعد الحكاية أكبر من هذه الصور التي نقلتها لكم هذا هو القرآن ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس قد يقول قائل من أن واقعة السقيفة حدثت بعد القرآن بعد أن اكتمل نزول القرآن وهل القرآن كتاب عادي ككتاب أنا أؤلفه يكون حبيسا في الوقت الذي ألفته فيه وبعد شهر أتمنى لو أنني أعيد تأليفه من جديد كي أغير فيه كثيرا من الأشياء هل القرآن ككتاب أنا أكتبه أو يكتبه غيري من الناس القرآن في الوقت نفسه يتحدث عن الماضي ويتحدث عن الحاضر ويتحدث عن المستقبل وإن أبعد شيء عن عقول الرجال تفسير القرآن فإن أول الآية يكون في شيء وإن وسطها يكون في شيء وإن آخرها يكون في شيء آخر نحن لا نتعامل مع القرآن بهذه الطريقة السخيفة العادية هذا كلام الله وكلام الله يختلف عن كلامنا هذا كلام الخالق وكلام الخالق هو غير كلام المخلوق المدار الذي يدور القرآن عليه ولاية علي وآل علي بحسب هذا المنطق ومن هنا فإننا بايعنا في بيعة الغدير واشترط علينا رسول الله ذلك أن لا نأخذ التفسير إلا من علي وآل علي فقط وفقط وفقط ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ما جرى على هذه الأمة من يدها من يدها ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إمامنا الباقر يقول ذاك والله حين قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير لماذا ذكر الإمام الباقر قول الأنصار ولم يذكر قول أبي بكر وعمار لم يذكر قول المهاجرين لأن هؤلاء لم يكن الإيمان قد دخل في قلوبهم الأنصار كانوا مؤمنين وهم الذين جاءوا من المدينة إلى مكة يبحثون عن رسول الله وبايعوا رسول الله حينما كان في مكة بايعوه على أن يدافعوا عن وعن عترته الأنصار كانوا مؤمنين وبقي الأنصار على طول التأريخ قريبين إلى العترة الطاهرة بدرجة إذا أردنا أن نقايسهم مع المهاجرين المهاجرون كان الكثير منهم من أبناء الزواني فمكة في ذلك الوقت كانت عاصمة السياحة الجنسية وكثير منهم كانوا من أبناء الزنا هذه حقيقة عودوا إلى التأريخ أما الأنصار في المدينة لم يكونوا كذلك وكان هناك عداء ما بين قريش وبين قبائل الأوس والخزرج وكانت قريش تعيرهم وتنتقصهم لكن الأيام دارت فلجأ أهل مكة لجأ أبناء قريش في الهجرة إلى الأنصار والأنصار تفضلوا عليهم شاركوهم في بيوتهم وفي فراشهم وفي طعامهم وفي أموالهم وفي أعمالهم وفي كل شيء الموضوع بحاجة إلى تفصيل فالمهاجرون لا يعتب عليهم الأنصار هم الذين يعتب عليهم فلما صار حال الأنصار هكذا يطالبون أن يكون الأمر مناصفة فيما بينهم وبين المهاجرين ظهر الفساد حين هذا هو الفساد في أوضح صوره قال ذاك والله حين قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير المطالب تحتاج إلى تفصيل يكون أكثر من هذا الذي بيّنته وشرحته وقت الحلقة صار طويلا هناك بعض المطالب سأطوي كشحا عنها لكنني لابد أن أقرأ عليكم هذه الرواية وأقول لكم افترضوا أن كل الذي قلته في هذه الحلقة وفي الحلقات المتقدمة هذه هي الحلقة الرابعة التي أتحدث فيها عن موضوع مقتل رسول الله صلى الله عليه وآله افترضوا أن كل التفاصيل وكل المعطيات التي تقدم ذكرها ليست صحيحة لكن تدبروا في هذه الرواية تدبروا فقط في هذه الرواية إنني أقرأ عليكم من الجزء الأول من كتاب الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي المتوفى سنة خمسمية وثلاثة وسبعين للهجرة وهذه طبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة في صفحة الحادية والأربعين بعد المئتين إنه الحديث السابع ما جاء مروياً عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه إنها إنها سلاسل الحديث الذهبية الصادق عن آبائه صلوات الله عليهم جميعاً أن الحسن عليه السلام إنه الحسن المجتبى هذا الذي كانت تبغضه عائشة قالت لهم لا أريد أن تدخل إلى بيتي من لا أحبه أن الحسن قال لأهل بيته إني أموت بالسم مات الحسن بالسم ولكن ماذا قال له إني أموت بالسم كما مات رسول الله هذه وثيقة واضحة بغض النظر عن كل الكلام المتقدم إني أموت بالسم كما مات رسول الله فمات رسول الله مسموماً نقرأ بقية الرواية إني أموت بالسم كما مات رسول الله لا بد أن تعرف من أن رسول الله قتل مسموماً وكان ذلك في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر في السنة الحادية بعد العاشرة سنة اهدعش للهجرة إمامنا الحسن قتل مسموماً واستشهد في اليوم نفسه في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر ولكن بعد أربعين سنة بعد دورة زمانية كاملة فالأربعون سنة دورة زمانية كاملة استشهد في السنة الخمسين للهجرة وهناك من يقول من أنه استشهد في السنة الحادية والخمسين ولكن في اليوم نفسه في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفر النبي قتل مسموماً من قبل زوجتيه والإمام الحسن قتل مسموماً من قبل زوجته كان وراء عائشة وحفصة أبو بكر وعمر وكان وراء جعدة بنت الأشعث معاوية معاوية أحد الذين كانوا في مجموعة اغتيال رسول الله في عقبة تبوك لكنهم لم ينجحوا في الاغتيال إمامنا الحسن المشتبى يقول إني أموت بالسم كما مات رسول الله فقالوا ومن يفعل ذلك قال امرأتي جعدة بنت الأشعث بن قيس ألا لعنة الله عليها وعلى أبيها فإن معاوية يدس إليها ويأمرها بذلك قالوا أخرجها من منزلك وباعدها من نفسك قال كيف أخرجها ولم تفعل بعد شيئا ولو أخرجتها ما قتلني غيرها ستقتلني تقتلني ولو أخرجتها ما قتلني غيرها وكان لها عذر عند الناس ستكون جريمتها مخففة من أن أمر نسائيا هو الذي دفعها لقتل الإمام الحسن فما ذهبت الأيام حتى بعث إليها معاوية مالا جسيما وجعل يمنيها بأن يعطيها مئة ألف درهم أيضا ويزوجها من يزيد وحمل إليها شربة سم لتسقيها الحسن ومثل ما مر علينا في الأحاديث فإن عائشة وحفصة سقط رسول الله السم والأمر هو هو الألفاظ هي وحمل إليها شربة سم لتسقيها الحسن فانصرف إلى منزله الإمام الحسن ووصائم فأخرجت له وقت الإفطار وكان يوما حارا شربة لبن وقد ألقت فيها ذلك السم فشربها وقال يا عدوة الله قتلتيني قتلك الله والله لا تصيبن مني خلفا ولقد غرك وسخر منك يعني معاوية والله يخزيك ويخزيه فمكث عليه السلام يومين ثم مضى فغدر معاوية بها ولم يفي لها بما عاهد عليه ألا لعنة الله على معاوية وعلى يزيد ابن معاوية وعلى جعدة بنت الأشعث وعلى أبيها الأشعث بن قيس ألا لعنة الله على السقيفة المشؤومة الملعونة هؤلاء هم أعداء رسول الله وآل رسول الله وكل الذي تقدم ذكره في هذه الحلقات ما هو إلا نزر يسير من حاشية الحقيقة الحقيقة أكبر وأكبر وأعظم وأعظم سوف تتجلى عند ظهور إمام زماننا الحجة بن الحسان في المحاكمة العالمية التي لم تشهد الأرض محاكمة محاكمة كهذه المحاكمة منذ أن خلقت هذه الأرض أتمنى أن تتابعوا الإعادات وأتمنى وأتمنى أن تكون الإجابة نافعة ومفيدة لكنني أكرر دائما وأقول لكم احترموا عقولكم احترموا عقولكم ولا تثقوا برجال الدين لا من الشيعة ولا من السنة هؤلاء كذابون سفلة حتى يثبت عندكم ما يخالف ذلك وإلا فإن الأصل في أصحاب العمائم الشيعية والسنية من أنهم كذابون دجالون سفلة منحطون لا يعبدون الله وإنما يعبدون بطونهم وفروجهم هؤلاء دينهم دين اللقمة لا تأخذوا الدين منهم ابحثوا عن الدين بأنفسكم واعلموا أن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها أقول هذا بعد تجربة طويلة من البحث والتحقيق وأعتقد أنكم تستطيعون أن تتلمسوا صدق كلامي وإخلاصي فيما أقول وإخلاصي في نصيحتي لكم من خلال ما يظهر من منطقي ومن خلال لغة الجسد ومن خلال لغة اللسان ومن خلال الكثير من المعطيات فيما مضى أو فيما حضى اللهم يا رب الحسين اللهم يا رب الحسين بحق الحسين إش في صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام إلى لقاء قريب على مودة فاطمة وآل فاطمة أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله جميعا